الشيخ الكريم هي في صلاتها ترددت هل صلت ثلاثة أو أربعة ولكن بعد أن سلمت يعني هي لسه خطمت صلاتها وبعد الصلاة معرفة هي ثلاثة أو أربعة فهل تعيد الصلاة ولا تجيبها طيب إذا كان ذلك قبل التسليم حسمها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتفم التسليم صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي لأحدكم لا يدري أصلى ثنتين أم واحدة فليجعلها واحدة لا يدري أصلى ثنتين أم ثلاثة فليجعلها ثنتين لا يدري أصلى ثلاثة أم أربعة فليجعلها ثلاثة يطرح الشك ويبنى على اليقين يبنى على الأقل ما هي اليقينة الأقل كيف اللي هو أنا دي الرقع اللولة ولا التانية قطع شيك اللولة دي دي سابتة بعد دي التانية فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا إرغاما للشيطان إذا كانت صلاة إذا كانت الصلاة ناقصة فذاك تمامها يا سبحاغ شوف المسألة شوف الرسول عليه وسلم فصلها للناس كيف قال إذا صلاة ناقصة كده تمت وإن قبل كانت تامة الزيادة دي يرغام للشيطان ما بقت زيادة مشروعة مش كده نعم حلقى فيها أجر حلقى فيها أجر أنا ما زيادة مشروعة أيوة أيوة حلقى فيها أجر لما نلقى أجر الشيطان حيترغم ما يعني إذا عندي أجر كله رقع أجر براو دي إذا بقت زيادة طالما بقت مشروعة أصلا لأنه أنا ما تعمدتها حلقى فيها أجر الشيطان يرغام له عجيب سبحانه أيوة فبعده بيسجد قبل قبل السلام أيوة المالكية طبعا زي ما عارفين قاعدتهم عندهم الزيادة الزيادة بعد السلام والنقصان قبل السلام فهنا قاعدتهم ما بتجي مش كده ما في النهاية دي الصلاة تامة يا زايدة بيقى ما أناكس أصلا السجود قبل السلام وهم ذاتهم بقول السجود قبل السلام والمالحديث قالت السجود قبل السلام ها قال لهم أيوة قالوا الشيك في حد ذاته نقصان عجيب سبحانه الشيك نحن بنعتبره نقصان للصلاة إنتا سرحان ما لك السرحان ده زعته مع نقصال ده الصلاة إنتا شكيت معناه صلاتك نقصر لو كنت منتبه تماما صلاتك كاما مما شكيت وسرحت ومجد غادي غادي الصلاة نقصر ده ده جوابه فده بالنسبة طيب إذا سلم السلام أيوا بعد السلام إذا هي باقي على على يعني مجرد ما سلمت وعلى هيئاتها تقوم تجيب رقعة وبعد ذاك حتسجد برضه قبل السلام حتى لأنه عند اجتماع زيادة ونقصار السجل حيكون قبل السلام أيوا نعم ما هنا يبتمعت لا زيادة ونقصار مسألة الشك دي اللي اعتبرناه مقصار ده ده زور سلم وباللي قمسه ثلاثة والاربعة أيوا أيوا نعم إذا سلمت ومشت خلاص انقضت طالما ما متيقناه إنه نقصه الأصلين خلاص تبقى على كده أي تبقى على كده إن شاء الله وتعالى